القرع أصفرت عن أربع مباريات في الدور ربع النهائي الأهل في مواجهة تاسيمبا سانداونز في مواجهة بيترو أتليتكو إنيينبا في مواجهة الوداد والترجي في مواجهة مازينبي وقضانكم على الشاشة دي صورة نتيجة القرع اللي أجريت في الإسبوع الأول من شهر 9 الماضي وكمان اتحدد أطراف الفرق لو تخطيت مرحلة الدور ربع النهائي مين ممكن يلعب في الدور نصف النهائي مع مين الأهل لو كسب سيمبا هيواجه الفائز ما بين بيترو أتليتكو وسانداونز الترجي في حال تخطيه مازينبي هيواجه الفائز ما بين الوداد المغربي مع إنيينبا النيجيري ومن خص نحظ الأهل في هذه القرع واللي جي في الترتيب الأول لقى تصنيف أول وجيكا كمان ضمن الكرة اللي تم اختيارها كوارتر فاينال رقم واحد سيمي فاينال رقم واحد فاينال رقم واحد وبالتالي لقاءات الإياب كلها هتكون في القاهرة سواء في الدور ربع النهائي أمام سيمبا في الدور النصف النهائي والمباراة النهائية اللي تحدد معادها إن شاء الله في ختم البطولة يوم 11 نوفمبر طيب تعالوا بقى نروح دي القرعة والمواجهات المباشرة والأدوار حتى الموعد المباراة النهائية ولكن توقيتات المباراة من خلال البث الفضائي والقنوات النقلة اللي هتنئل إلى هذه البطولة في الفترة اللي جاية كل المباراة تتحدد مكانها ومعادها هيبقى إزاي أول حاجة لقاء الافتتاح هيكون ما بين سيمبا التنزاني والأهلي يوم 20 أكتوبر ده لقاء الافتتاح يوم الجمعة المقبل الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة اللقاء الثاني ما بين بيترو أتليتكو وسانداونز في أنجولا هيكون يوم 21 أكتوبر السبت اللي جاي الساعة 4 ونص مساء بتوقيت القاهرة اللقاء الثالث لقاء مازنبي مع الترجي التونسي ده هيكون يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر الساعة 3 مساء 3 مساء بتوقيت القاهرة وعندي تفصيلة كده عن هذا اللقاء نشرحها دلوقتي اللقاء الرابع في الجولة الأولى إن ينبه هيصطدي في الوداد يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إذن المباريات 2021 ومباراتين يوم 22 أكتوبر وما فيش مبارات في توقيت واحد عشان إمكانية البث المباشر والنقل التلفزيوني لكل مبارات عشان المشاهدة لكل الجماهير في القرى الإفريقية قبل ما انتقل لقاءات الإياب حصل مبارح قرار مهم جدا لازم نعلن لحضراتكم تفاصيله لقاء مازمبي والترجي المفروض كانها هتلاعف في الكونغو الجومقراطية ولكن قدامكم على الشاشة ده رض من إدارة مازمبي لإدارة الدور الإفريقي الـ EFL بتختروا إنها بتواجه صعوبات في دخول أدوات النقل التلفزيوني وأدوات الفار في المباراة هتقام المفروض في لومنباتشي معقل نادي مازمبي لإن كل فريق أكيد لازم يلعب على ملعبه عشان للساعة الجماهيرية والحضور الجماهيري بوضع الهدف من البطولة إنه يكون فيه حضور جماهيري كبير تطوير الملاعب تطوير البنية التحتية أدوات الـ VAR الفار تكون شغالة في كل الملاعب ولكن الـ EFL اصطدم في البداية إنه فيه مشاكل داخلية مشاكل داخلية ما بين نادي مازمبي داخل الكونغو الدموقراطية ده خطاب نادي مازمبي فيه خطاب تاني كمان أنا استعرضه المفروض وده خطاب بداية الأزمة يوم 1 أكتوبر اتبعت من الـ EFL قدامكم على الشاشة هذا الخطاب اتبعت للاتحاد الكونغولي لتسهيل إجراءات دخول أدوات البث التلفزيوني عشان نقل المباراة من ملعب لمباتشي يوم 21 أكتوبر الأدوات دي جاية من السنغال وليها أدوات جمروكية فلازم تدخل من السنغال على الكونغو الدموقراطية فيه أدوات كده وفيه معدات لازم تكون فيها تخلص جمروكي الاتحادات الوطنية هي الملزمة بهذا الأمر وبالتالي لم ينجح الـ EFL في إنهاء هذه الإجراءات الأزمة دي من 1 أكتوبر إلى أن اتخذ القرار بالأمس نتيجة عدم دخول المعدات وبالتالي المباراة تتلعب ولكن مش هينفع إذاعتها طبعاً ده ما ينفعش فعلى هذا الأساس الترجي التونسي أعلم بالأمس أنه تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي إن المباراة نقلت إلى تنزانيا عشان تتلعب بدل يوم 21 هتتلعب يوم 22 أكتوبر الساعة 3 بتوقيت القهر ده آخر خبر متعلق بأول أزمة تواجه الـ EFL في الدور الإفريقي ونقل مباراة مازينبي والترجي من الكونغو الدموقراطية إلى تنزانيا في حال أن مازينبي يكمل هل المشكلة هتستمر وبالتالي مازينبي هيتطر يلعب كل مباراة البطولة خارج أرضه دعني أعرفه خلال الساعات اللي جاي لأنه في محاولات حاسيسة لحل الأزمة خاصة أن المشكلة ما بين رئيس نادي مازينبي مع بعض الأطراف مشاكل داخلية يعني داخل الكونغو الدموقراطية